اشتركوا في القناة وهذا سوف يجعلهم يشكلون دائماً أمة داخل أمة أينما كانوا عن المؤلف والكتاب مؤلف كتاب تنمث وفي إسرائيل أو عشرة خرافات عن إسرائيل هو إيلان بابيه الذي يعتبر واحداً من أبرز المؤرخين في الكيان الصهيوني وهو أستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكسيتر بالمملكة المتحدة ومدير المركز الأوروبي لدراسات الفلسطينية بالجامعة والمدير المشارك لمركز إكسيتر للدراسات العرقية والسياسية وينتمي بابيه إلى تيار المؤرخين الجدد الذين قاموا بإعادة كتابة تاريخ الإسرائيلي وتاريخ الصهيونية وهو يعتقد بأن عملية التطهير العرقي لفلسطين تم تخطيط لها بصورة مسبقة وواعية ويركز بالأساس على الخطط التي انتهجتها الوحدات العسكرية الإسرائيلية عام 1947 ويرى أن السبب الأساسي في إنشاء إسرائيل هو عدم وجود السلام في الشرق الأوسط ويرى بأن الصهيونية أكثر خطورة من التشدد الإسلامي كما أنه من الدعاة إلى مقاطعة المؤسسات التعليمية الإسرائيلية وفي سبيل إثبات آرائه السابقة ألف قبيه هذا الكتاب الذي يتكون من 232 صفحة من الحجم المتوسط وقام بتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء رئيسية يتناول الأول منها مغالطات الماضي ويتناول الثاني مغالطات الحاضر بينما يتناول الثالث النظرة الإسرائيلية نحو المستقبل ويختم المؤلف الكتاب بتوضيح تسلسل زمني للأحداث منذ قيام دولة إسرائيل الاستعمارية نسخة الكتاب الأصلية باللغة العبرية وقد تم ترجمة الكتاب من قبل الباحثة والمترجمة الفلسطينية سارة عبدالحليم الحائزة على شهادة ماجستير الفلسفة في دراسات الشرق الأوسط الحديث من جامعة أكسفورد ببريطانيا وقد تمت الترجمة برعاية المؤسسة العربية لدراسات والنشر مكتبة شيء الواقعة في حيفا بفلسطين المقدمة يقول المؤلف يقع التاريخ في قلب كل صراع والعمل على التشويه أو التلاعب به لن يؤدي إلا إلى الويلات وهو الأمر الذي يظهر جاليا في فلسطين والفهم الخاطئ لتاريخ يمكن أن يؤدي إلى اضطهاد أصحاب الحق وحماية نظام قائم على الاستعمار والاحتلال وتعتبر المغالطات التي تشكلت من الصراع القائم بين فلسطين وإسرائيل في الماضي والحاضر سببا كبيرا في جذور هذا الصراع وكيفية نشأته فالرواية الإسرائيلية في أصلها تستند إلى مجموعة من الخرافات التاريخية التي أصبحت بسببها الأرض المتنازع عليها الآن هي دولة إسرائيل وهو الأمر الذي تقبله معظم النخب السياسية ووسائل الإعلام السائدة ويظهر جاليا في عدم اعتراض أو تدخل الدول الغربية لحل الصراع القائم منذ نشأة دولة المحتلة وكتاب عشر خرافات عن إسرائيل يهدف بشكل أساسي إلى هدم عشرة أفكار خرافية شائعة أوردها المؤلف مقابل الحجاج المضادة لها وفق ترتيب زمني متسلسل بهدف إزالة سوء الفهم العميق في الماضي والحاضر والتي تجافي بشكل كلي الحقائق والوقائع التاريخية الجزء الأول مغالطات الماضي يتكون الجزء الأول من هذا الكتاب من ستة فصول عنوان كل فصل منها واحدة من الخرافات التي يسعى المؤلف إلى شرحها وضحضها من خلال شرح تاريخي مفصل لموضوع كل منها هذه الفصول على الترتيب جاءت على البيان التالي الفصل الأول فلسطين كانت أرضا خالية كانت البداية الأولى لظهور مصطلح باليستينا على يد الرومان وفق ما أثبته العديد من الباحثين والمختصين في هذا التاريخ قد كانت في ذلك الوقت ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية ثم أصبحت تتبع الدولة البيزنطية تلا ذلك تبعيتها للقسطنطينية ومع بلوغ القرن السابع الميلادي وما تلاه أصبحت هذه المنطقة تابعة للحكم العربي الإسلامي وأصبحت تعرف باسم فلسطين وعلى الرغم من انتمائها للعالم الإسلامي ككل سعت بعض الممالك الإسلامية لسيطرة على هذه المنطقة لعيدة أسباب أبرزها وجود المسجد الأقصى في أراضيها يرى الكاتب أن فترة الحكم العثماني هي المرحلة الأهم التي تساعد في فهم الوضع الحالي فقد حكمت دولة العثمانية الأراضي الفلسطينية في عام 1517 واستمر حكمها 400 عام كان المسلمون السنة في ذلك الوقت يمثلون أغلبية سكان فلسطين ويمثل المسيحيون نسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من السكان بينما كان اليهود أقل من 5% خلال تلك الحقبة كان اليهود حول العالم ينظرون إلى فلسطين بكونها الأرض المقدسة المذكورة في الكتاب وقد تمركزت إقامتهم في فلسطين بعد تقسيمها في ست مناطق أساسية ومع بلوغ القرن التاسع عشر وصل عدد اليهود إلى نصف مليون نسمة وكانت هذه الفترة هي بداية ظهور الصهيونية وقد عارض اليهود القدماء الذين شكلوا الأقلية في ذلك الوقت الأفكار التي كانت تروج لها الحركة الصهيونية ولكن النخب الصهيونية بدأت في تكوين دولة مرت الأراضي الفلسطينية بعدها بالعديد من التغيرات التاريخية ومحاولات الاحتلال وعانت من العديد من التقسيمات وقد طرحت الحكومة البريطانية خلال العام 1923 مشروعا لإعادة تفاوض على الأرض وباتت الهوية الجغرافية لدولة فلسطين جلية ولكن الأمر الذي أثار الجدل هو لمن كانت فلسطين هل للفلسطينيين بوصفهم السكان الأصليين للأرض أم هي للمستوطنين الجدد من اليهود وقد سهمت إعادة رسم الحدود في مساعدة الحركة الصهيونية على تصور الحدود الجغرافية لأرض إسرائيل ومما سبق يؤكد الكاتب أن فلسطين لم تكن أرضا خالية بل كانت جزءا من عالم شرق البحر الأبيض المتوسط الغني ولم تكن صحراءا تنتظر الازدهار بل كانت بلدا ريفيا يوشك على دخول القرن العشرين كمجتمع حديث الفصل الثاني اليهود كانوا شعبا بلا أرض وفق ما يراه المؤلف فإن خرافة فلسطين كانت أرضا خالية تسير بشكل متوازن مع خرافة اليهود كانوا شعبا بلا أرض ويرى أن الدعوة إلى عودة اليهود للأراضي الفلسطينية كانت على يد المجتمع المسيحي بداية لأسباب ترجع إلى مصالحهم وقد دعم هذا الفكرة العديد من رجال دين الإنجليز في القرن السادس عشر مثل توماس برايتمان في قوله بين قوسين هل سيعودون للقدس ثانية؟ لا يوجد شيء أكثر وضوحا فالأنبياء يؤكدون على هذا ويتحدثون عنه في كل مكان ألهمت الأفكار السابقة وغيرها نابليون بونابارت الذي كان يسعى لاحتلال الشرق الأوسط في بدايات القرن التاسع عشر فدعم هذا الفكرة رغبة في الحصول على دعم اليهود الموجودين في فرنسا وقد وعدهم بونابارت بالعودة إلى فلسطين وإنشاء دولة خاصة بهم وهو الأمر الذي يثبت أن استعمار فلسطين كان خطة مسيحية قبل أن يصبح مشروعا يهوديا صهيونيا تنامت هذه الأفكار في الكيان المسيحي مع حلول القرن التاسع عشر وقد عبر عن ذلك القائد العسكري الأسكتلندي جون لينزي في قوله بين قوسين إن أرض فلسطين تنتظر فقط عودة أبنائها المنفيين وتطوير الصناعة بما يتناسب مع الإمكانيات الزراعية لتحقيق الازدهار العالمي الثاني وتستعيد ما كانت عليه إبان حكم الملك سليمان وعلى الرغم من كثافة هذه الحملات إلا أنها لم تحقق نجاحا يذكر إلا بعد الحصول على تأييد الولايات المتحدة في أحقية اليهود للعودة إلى فلسطين وعبر عن هذا الدعم الرئيس الأمريكي جون آدمز في قوله آملوا حقا أن يعود اليهود مجددا إلى أرض يهودة كأمة مستقلة على الجانب الآخر كان هناك العديد من رجال دين المسيحيين المتعاطفين مع الفلسطينيين ولكن كانت الغلبة للقساوسة الذين ساندوا القضية الصهيونية ومع تكثيف الجهود المبذولة تمكنت الحركة الصهيونية من الحصول على الاعتراف الدولي بشرعيتها مما جعل مجموعات من يهود أوروبا الشرقيين يحصلون على الشجاعة الكافية لتطوير أطروحات مماثلة حول الحل الأمثل للقضية اليهودية وذلك دون الحاجة للحصول على اعتراف دولي وقد وضعوا الأطروحة حيز التنفيذ وبدأوا في الاستقرار في الأراضي الفلسطينية في العام 1882 وأصبح يشار إليهم في القاموس الصهيوني بكونهم بين قوسين العليا الأولى أي الموجة الأولى من الهجرة الصهيونية والتي استمرت حتى العام 1904 ومن خلال دعمها المستمر فقد أصبحت العلاقة بين الصهيونية وبريطانيا علاقة محوارية رغم أن أهداف بريطانيا لم تكن من أجل اليهود بل كانت من أجل مصالحها الشخصية التي تتمثل بالرغبة في تعزيز التواجد البريطاني في الأراضي المقدسة وبالرغم من كل هذه الجهود المشتركة لم يكن الاستيلاء على فلسطين بتلك السهولة بل إن حملة بريطانيا ضد الأتراك استمرت طوال العام 1917 يوضح المؤلف في هذا الفصل أن الصهيونية منذ ظهورها لم تكن سوى أسلوب تعبيري غير جوهري عن الحياة الثقافية اليهودية ولكنها مع الوقت بدأت في تحريف أصول الديانة اليهودية من أجل تقوية مشروعها الذي يهدف إلى استعمار فلسطين وعند المواجهة الأولى مع الإصلاحيين قُبلت فكرة إعادة تعريف اليهودية بكونها حركة قومية بالرفض الشديد ولكن هذا الموقف تغير بشكل كلي بعد إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948 ومع بلوغ منتصف القرن العشرين تأسست حركة إصلاح جديدة لم تعلن ولاءها الكاملة لدولة إسرائيل إلا في العام 1999 ولكن أعدادا كبيرة من اليهود تركوا هذه الحركة وعمدوا إلى تأسيس المجلس اليهودي الأمريكي الذي أثبت للعالم أن الصهيونية ما تزال تمثل رأي الأقلية من اليهود لم يقتصر رفض الصهيونية على الإصلاحيين فقط بل رفضها الليبراليون أيضا ولم يظهر رفض الاشتراكيين واليهود الأرثودوكس للصهيونية إلا في تسعينيات القرن التاسع عشر وهو الوقت الذي كانت فيه الصهيونية ذات قوة سياسية كبيرة ومعترف بها مع بداية ظهور الصهيونية في أوروبا عمد عدد كبير من الحاخامات إلى منع أتباعهم من التعامل مع الأنشطة الصهيونية فقد كانوا يرون في دعوتها تدخلا في مشيئة الله في بقاء اليهود في المنفى حتى مجيء المسيح ورفضوا بشكل قطعي الفكرة التي تدعو اليهود لبذل قصار جهدهم لوضع نهاية للمنفى سعت الصهيونية إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستعانة بالكتاب المقدس فقد تحدى زعماء الصهيينة التفسيرات التوراتية التقليدية لدعم مساعيهم وكانت الإشارة إلى أرض فلسطين في الكتاب المقدس بالنسبة لزعماء الصهيينة وسيلة تبارر غايتهم لا أكثر وليست جوهر قضيتهم ومع تنام القوة الصهيونية المسيحية في بريطانيا وأوروبا تبلورت هذه الفكرة أكثر فأكثر ورحب بها علماء الدين الذين رأوا أن عودة اليهود هي علامة على عودة المسيح وانبعاث الموتى وقد ساهم هذا المعتقد الديني في دعم المشروع الصهيوني لاستعمار فلسطين وقد استمر هذا الاستغلال للكتاب المقدس حتى بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 يبدأ المؤلف هذا الفصل بالتأكيد على أن أرض فلسطين لم تكن فارغة وكانت هذه الحقيقة معروفة لدى القادة الصهيونة حتى قبل وصول المستوطنين اليهود الأوائل وليس ذلك بالأمر الغريب فالصهيونية كانت حركة استعمارية استيطانية والتي تختلف عن الاستعمار الكلاسيكي في ثلاثة جوانب أساسية وهي أولاً المستعمارات الاستيطانية تعتمد فقط في البداية وبشكل مؤقت على الإمبراطورية لضمان بقائها على قيد الحياة ثانياً الاستعمار الاستيطاني مدفوع بالرغبة في الاستيلاء على الأراضي في بلد أجنبي في حين يطمع الاستعمار الكلاسيكي في الموارد الطبيعية في ممتلكاته الجغرافية الجديدة ثالثاً الطريقة التي يتم بها التعامل مع الوجهة الجديدة للاستيطان يؤكد الكاتب أن الصهيونية ليست مشروعاً فريداً من نوعه بل هي مثال لعملية أوسع وإدراك ذلك أمر مهم ليس فقط لفهم طبيعة مكائد المشروع الاستعماري بل لامتلاك القدرة على تفسير المقاومة الفلسطينية من المهم إدراك أن فكرة حق اليهود الفقراء في الحصول على ملاذ آمن لم يعترض عليها الفلسطينيون ومن يدعمونهم لكن ذلك لم يقابل بالمثل من قبل القادة الصهيينة فبينما عرض الفلسطينيون المأوى وفرص العمل للمستوطنين الأوائل ولم يعترضوا على العمل معهم تحت أي ملكية كانت كان المنظرون الصهيينة واضحون جداً بشأن الحاجة إلى إخراج الفلسطينيين من سوق العمل في البلاد ومعاقبتهم ظهرت الخلافات بين الفلسطينيين والقادة الصهيينة جالية للعيان خاصة بعد الانفجار الأول للقومية العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتشكلت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطيني التي كانت مثل الصوت الجماعي للفلسطينيين لدفاع عن حقوقهم في جلسات المفاوضات مع الحركة الصهيونية التي ظلت تقام في كل عام على مدار عقد كامل من الزمن تحت رعاية الحكومة البريطانية التي حاولت الدفع لاتفاقية المساواة بين الطرفين ومع هلول العام 1928 وافقت القيادة الفلسطينية على ذلك وكانت القيادة الصهيونية تؤيد الفكرة فقط لشكها في قبول الطرف الفلسطيني لها وعند إعلان الموافقة أظهروا رفضهم الكلي لتحقيق الاتفاقية مما أدى إلى صراع من صوره مذبحة اليهود في الخليل وردا على هذا الرفض قامت داعية السوري المنفي عز الدين القسام بتجنيد أتباعه الأوائل للمشاركة في حرب إسلامية مقدسة ضد البريطانيين والحركة الصهيونية في أوائل ثلاثينيات وقد تأكد إرثه عندما اعتمد اسمه من قبل الجناح العسكري لحركة حماس وهكذا يمكن للمرء أن يصور الصهيونية كحركة استعمارية استطانية رافضة لكافة الحلول السلمية والحركة الوطنية الفلسطينية كحركة مناهضة للاستعمار تسعى لدفاع عن أرضها ومقدساتها ضد الجخلاء عليها الفصل الخامس غادر الفلسطينيون وطنهم طواعية عام 1948 لضعض هذه الخرافة كغيرها يستهل المؤلف الفصل الخامس لكتابه من خلال طرح تساؤلين أساسيين هما هل كانت هناك نية لتهجير الفلسطينيين وعشية حرب 1948 هل طلب من الفلسطينيين مغادرة بيوتهم بشكل طوعي كما تزعم الميثولوجيا الصهيونية عمد المؤلف إلى تركيز على السياقات التي ظهر فيها نقل الفلسطينيين من أرضهم عام 1948 والدور الحاسم الذي قام به الرواد الأوائل للصهيونية والكيفية التي تمت من خلالها عملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم التي شكلت في وقت لاحق جزءا من الحمض النووي الذي قامت عليه الدولة الصهيونية ويناقش المؤلف في الجزء التالي المخططات التي عمد رواد صهيينة الأوائل إلى استخدامها والتي نتجت عن موقفين أساسيين لكل منهما داعموه ومؤيدوه فأصحاب الرأي الأول ينظرون إلى عملية التهجير كونها عملية طوعية تمت بموافقة أبناء الشعب الفلسطيني ويرى أصحاب الرأي الثاني أن إخراج الفلسطينيين من منازلهم إنما كان بالإكراه والقسر يدعم المؤلف الموقف الثاني ويؤكد على أن مزاعم الطرف الأول بأن المغادرة كانت طبعية ما هي إلا قدعة صهيونية كبيرة تم استخدامها لتجميل وإخفاء الأهداف الحقيقية التي تتمثل في محاولة الوصول لعملية نقل وتطهير عرقي وجماعي ضخمة تم تحقيقها بالفعل في العام 1948 وقد حاول الكيان الصهيوني إلقاء المسؤولية بشكل كامل على الفلسطينيين بسبب رفضهم لخطط الأمم المتحدة للتقسيم في العام 1947 ولم يكتفي بذلك بل أظهر نفسه في صورة الجيش الذي يسعى لحماية أرضه وشعبه بل محاولته لعقد السلام مع العرب ورفضهم لذلك يعدد الكاتب في باقي الفصل العديد من الأحداث التاريخية التي تظهر حقيقة كون إسرائيل كيانا صهيونيا إجراميا ارتكب العديد من الجرائم البشعة في حق الإنسانية وينفي بشكل قطعي مغادرة الفلسطينيين لأرضهم طوعا سنة 1948 الفصل السادس نكسة يونيو حزيران سنة 1967 لا خيار أمام إسرائيل إلا الحرب يوضح المؤلف في هذا الفصل النهج الذي اتبعه الكيان الصهيوني أمام العالم لتبرير حرب يونيو حزيران 1967 والتي تمثلت بشكل رئيسي في الدعاء أن إسرائيل قد تم إجبارها على هذه الحرب إكراها لاختيارا وهو الأمر المرفوض قطعا بناء على العديد من الأدلة والبراهين كان من أبرزها كما يؤكد المؤلف أن خطة الكيان لاحتلال ودمج كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كانت قائمة منذ العام 1948 حتى وإن كان تحقيقها لم يبدأ إلا في العام 1967 ويرى أن مبرر الإسرائيليين لهذه الخرافة يتمثل في محاولة استغلال القضايا التي ظهر ضدها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والتي كانت تسعى لصناعة رأي غربي بأن الراديكالية الناشئة في المشرق العربي قد تبتلع إسرائيل مما يجعلها تظهر في صورة الطرف الأضعف المجبر على العنف لا المختار له وللقيام بعملية تقييم صحيحة لحرب 1967 يجب في البداية فهم مجريات الأحداث خلال حرب 1948 حيث أن النقبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية اعتبرت الحرب الأخيرة بمثابة فرصة ضائعة كان ينبغي على إسرائيل استغلالها من أجل كامل أراضي فلسطين وبناء الدولة التي تمتد أراضيها من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط وكان السبب الوحيد لعدم قيامهم بذلك هو الاتفاق الذي أبرموه مع الأردن المجاور ومع ذلك يمكن إدراك أن حرب 1967 كانت فرصة لإسرائيل لاستدراك الأخطاء التي وقعت فيها خلال حرب 1948 ومما يثبت أيضا أن حرب 1967 كانت خطة مدروسة من قبل الكيان الاستيلاء على الضفة الغربية بشكل كلي نظرا لما تحتويه من مواقع توراتية قديمة كما يزعمون ويؤكد المؤلف على الهدف السابق من خلال توضيح القرارات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بإصدارها بشكل فوري بعد انتهاء الحرب والتي تمثلت في النقاط التالية أولا لن تقوم دولة إسرائيل دون الضفة الغربية ثانيا عدم دمج سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في دولة إسرائيل كمواطنين ولم يشمل ذلك الفلسطينيين الذين يعيشون فيما اعتبرته إسرائيل في ذلك الوقت منطقة القدس الكبرى الجديدة ثالثا استعداد إسرائيل لخوض المفاوضات من الجانب المصري لتحديد مصير شبه جزيرة سيناء وتفاوض مع الجانب السوري حول مرتفعات الجولان على شرط عدم ذكر كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المفاوضات وبذلك يمكن إثبات أن القرار الأول الذي تخذه الإسرائيليون في حرب 1967 هو أن إسرائيل لا يمكن أن توجد بدون الضفة الغربية سواء تم ذلك بالطرق المباشرة كالحرب أو الطرق غير المباشرة كالمفاوضات وتهجير السكان من أراضيهم قسرا الجزء الثاني من الكتاب يتناول ثلاث خرافات إسرائيلية قائمة في وقتنا الحاضر هذه الخرافات جاء بيانها في ثلاثة فصول الفصل السابع إسرائيل هي ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط يمكن نافي القول بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تسعى إلى السلام مع جيرانها وتضمن المساواة لجميع مواطنيها من خلال توضيح جزئين أساسيين الأول معظم الدول حول العالم لم تكن تعترف بإسرائيل كدولة ديمقراطية إلا بعد حرب 1967 وينفي الجزء الثاني الذي يزعم كونها دولة ساعية للسلام مع جيرانها من خلال النظر إلى الحكم العسكري الذي أخضعت إسرائيل له خمسة مواطنيها بناء على أنظمة الطوارئ الانتدابية البريطانية الصارمة يرد الكاتب مجموعة متنوعة من الأمثلة التي تثبت همجية الكيان الصيوني مثل الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين حيث أن الاحتياج الأول لكل مشروع استعماري هو الأرض وبما أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها بشكل طوعي فقد عمدوا إلى المصادرة الجمعية للأراضي وإقامة أحزمة من المستوطنات ومن أشكال العنف الأخرى التي ينتهجها الكيان الصيوني مع الفلسطينيين إغلاق المنازل بالأسمنت والحجارة لمنع أصحابها من العودة إليها والسماع للمستوطنين بتشكيل عصابات أهلية لمضغيقة الناس وتدمير ممتلكاتهم واختلاع أشجارهم وتدمير محاصيلهم وإطلاق النار على منازلهم ومركباتهم وفي النهاية يؤكد المؤلف على أن الكيان الصيوني خلال العقد الأخير من القرن الماضي ارتكب أفعالا تتحدى افتراض كونه دولة دموقراطية وظهرت حقيقته جلية للعيان فأصبح هناك من يصف إسرائيل بكونها دولة عرقية ووصفها آخرون بكونها دولة فصل عنصري أو دولة استعمارية استيطانية وجميعها تثبت عدم امتلاك الكيان أي من جوانب الديمقراطية الفصل الثامن أساطير أوسلو في الثالث عشر من سبتمبر 1993 وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو وبعد هذا الاتفاق ظهرت أسطورتين مرتبطتان بعملية أوسلو كانت الأولى هي كونه عملية سلام حقيقية والثانية أن ياسر عرفات عمد إلى تقويضها من خلال التحريض على الانتفاضة الثانية باعتبارها عملية إرهابية ضد إسرائيل وقد ولدت كلا الأسطورتين نتيجة لرغبة كلا الطرفين في التوصل إلى حل في عام 1992 وعند فشل تحقيق ذلك بدأت عملية البحث عن المذنب في ذلك فقام بعض المتشددين الإسرائيليين بتوجيه أصابع الاتهام إلى القيادة الفلسطينية وعمدت نسخة صهيونية لبرالية لتوجيه الاتهام بشكل دقيق ليس فقط ليسر عرفات بل إلى اليمين الإسرائيلي أيضا وخاصة بن يمين نتنياهو ويوضح المؤلف في الجزء التالي الأسباب التي جعلت من عملية السلام أمرا فاشلا منذ البداية واعتمد في ذلك على التحليل والربط بين المبادئ التي ظلت بلا إجابة طوال مدة الاتفاق مثل أولوية التقسيم الجغرافي أو الإقليمي كأساس حصري للسلام وإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين واستبعادهم من طاولة المفاوضات في نهاية الفصل يوضح المؤلف السبب الأساسي الذي أدى إلى فشل هذه الاتفاقية من وجهة نظر الجميع بما في ذلك ياسر عرفات الذي كان طرفا أساسيا في عقده فمع حلول عام 2000 اتضح للجميع أن التفسير الإسرائيلية لأوسلو يعني نهاية أي أمل في حياة فلسطينية طبيعية بل ويحكم على الفلسطينيين بالمزيد من المعاناة في المستقبل كما أنه يعزز قوة هؤلاء الذين اعتبروا الكفاحة المسلحة ضد إسرائيل السبيل الوحيدة لتحرير فلسطين وهو الأمر الذي استغله الكيان بشكل كبير من أجل تحقيق عملية بين قوسين الدرع الواقي الهمجية في عام 2002 والقيام ببناء جدار الفصل العنصري سيء السمعة وقد مكنتهم هذه الجهود من قمع الانتفاضة مؤقتا الفصل التاسع أساطير غزة القضية الفلسطينية ترتبط بشكل وثيق أمام الرأي العام الدولي بقطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليون وثمانمائة ألف نسمة وهو الأكثر اكتظاظا بالسكان عالميا ومنذ العدوان الإسرائيلي الأول على القطاع في عام 2006 أصبح هذا الجزء يجسد القضية الفلسطينية للعالم بأسره يتناول المؤلف في هذا الفصل ثلاث أساطير يستخدمها الكيان في تبرير العنف المنظم والحصار المستمر لقطاع غزة أمام الرأي العام تتمثل الأسطورة الأولى في حركة حماس التي تحولت إلى حركة سياسية خلال الانتفاضة الأولى ومنذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر انخرطت حماس في صراع وجودي ضد الغرب وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر تحدت حماس سياسة فتح بقيادة ياسر عرفات المؤيدة لأوسلو والتي فشلت في إنهاء الاحتلال وأصبح التحدي أكثر أهمية عندما قررت حماس في منتصف العقد الأول من القرن الـ 21 الترشح كحزب سياسي في الانتخابات البلدية والوطنية وتنامت شعبيتها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بفضل الدور البارز الذي لعبته في الانتفاضة الثانية عام 2002 ومع حلول العام 2006 فازت الحركة بأغلبية مريحة في المجلس وأصبح لها الأحقية في تشكيل الحكومة قبل أن تتصادم مع كل من فتح وإسرائيل ونتيجة لذلك تردت من السلطة السياسية الرسمية في الضفة الغربية لكنها بسطت سيطرتها على قطاع غزة ونتيجة لعدم رغبتها في قبول اتفاق أوسلو ورفضها الاعتراف بإسرائيل والتزامها بالكفاح المسلح تم تصنيفها كمنظمة إرهابية وتتمثل الأسطورة الثانية في الانتحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005 بعد 40 عاما من الاحتلال والذي حاول الكيان إظهاره في صورة مبادرة سلام أو مصالحة والحقيقة التي كانت تكمن وراء ذلك أنها خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية وتحويل قطاع غزة إلى سجن ضخم يمكن حراسته ومراقبته من الخارج أما الأسطورة الثالثة فتتمثل في مزاعم إسرائيل بأن أفعالها منذ عام 2006 كانت بهدف الدفاع عن النفس والرغبة في القضاء على الإرهاب ولكن حقيقة الأمر كما عبر عنها المؤلف كانت إبادة جماعية متزايدة بحق شعب غزة وقد تناول المؤلف هذه الأساطير الثلاثة في باقي الفصل بكثير من الاتساع والتحليل الذي يظهر حقيقة أفعال الكيان المحتل للعيان بشكل غير قابل للنقاش أو الدفاع الجزء الثالث نظرة إلى المستقبل الجزء الأخير من هذا الكتاب يتناول الخرافة العاشرة التي تطمح إسرائيل إلى تحقيقها في المستقبل القريب بقيام دولة مستقلة تعترف بها كل دول العالم في الفصل الأخير يورد المؤلف آخر الخرافات الإسرائيلية التي تزعم أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو الاعتراف بكل من فلسطين وإسرائيل كدولة مستقلة وهو الأمر الذي يبدو مستحيل التحقق على أرض الواقع خاصة مع احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية وعلى الرغم من كون هذه الأطروحة غير قابلة للتحقق بسبب الأفعال الصهيونية إلا أن إسرائيل ترى في رفض الآخرين لها معاداتاً للسامية والحقيقة أن تحقيق هذه الخرافة يعتمد على فكرة كون اليهودية والصهيونية هما نفس الشيء وهو أمر غير صحيح كما سبق للمؤلف توضيحه والذي شبه حل الدولتين بجثة يتم استخراجها من المشرحة من وقت لآخر وهدمتها بشكل أنيق يجعلها تظهر في صورة الحي وعند التحقق من موتها الكامل يتم إرجاعها للمشرحة مرة أخرى انتظاراً لفرصة جديدة ويرى المؤلف أن الأمر الوحيد الذي قد يتغير في المستقبل هو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بفلسطين كعضو كامل أما ما يرتبط باحتلال إسرائيل للضفة الغربية يؤكد المؤلف أنه أمر سينتهي خلال وقت قريب إما بشكل سلمي أو بشكل عنيف وحتى تحقق ذلك فلا يوجد رادع لإسرائيل عن استكمال احتلالها للضفة أو حصارها القاتلة لقطاع غزة وتحقيق الأمر الأول قد يتم من خلال جهود الدول الخارجية ولكنه يحتاج إلى سعي من الكيان الصهيوني لإنجاح الأمر خاتمة خاتمة الكتاب جعلها المؤلف تتضمن تسلسلاً زمنياً لأهم الأحداث التي قامت بها دولة إسرائيل الاستيطانية في القرن الـ 21 منذ موجات الاعتداءات وأعمال العنف ضد اليهود في روسيا في العام 1881 وحتى القيام بعملية تشكيل حكومة نيتنياهو الرابعة في عام 2015 وفي النهاية يرى المؤلف أنه لا يمكن التغلب على المجازر والعنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين إلا من خلال التعاون المشترك بين دول الشرق الأوسط وعلى يد شعوب المنطقة أنفسهم فهم ليسوا بحاجة إلى مساعدة العالم الخارجي لكي يتمكنوا من استعادة حقهم الضائع في أرضهم ومقدساتهم التي كانت تحت حكمهم حتى وقت قريب والحديث عن حل للدولتين ما هو إلا إهدار للوقت وتفريط في الأرض وضياع للمقدسات والأرواح وفي النهاية أرجو أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة